حصلت الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية وعلى المركز الأول عالميا في قطاع حوكمة المحاجر وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدم برمجيات إزري لنظم المعلومات الجغرافية الذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص للنظم المعلومات الجغرافية وخلال الاحتفالية التي نظمها معهد نظم الأبحاث البيئية العالمية إزري ألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملحات ألواء أركان حرب عبد السلام شفيق كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة مقدما الشكر والتقدير للقيادة العامة لقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مدنية في دعم الشركة للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية كما أشار إلى الدور الحيوي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم وتشجيع جهود الشركة التي تكللت بالحصول على تلك الجائزة ترجمة نانسي قنقر